هو أنت بس يعني يعني بتاخد مفهوم مفهوم طبيعة النادي الأهلي أو شخصية النادي الأهلي وهوية النادي الأهلي بتاخدها من مين يا راكت النسلام؟ بتاخدها من قائداتك يعني رؤساء النادي الأهلي مثلا يتعدوا مزبوطة على مدار الأصول من 1907 لحد الوقت يتعدوا يعني تعرف حضارك تجيبهم يعني فلما بييجي حاجة تغلب النادي الأهلي على مصلحته الشخصية فعلى طول بدون تردد بيكلمك على طول في اللي تبقى النادي الأهلي اللي مصلحت النادي الأهلي فأنت بتتعلم من مين؟ يعني أنت المتيجي تتعلم بتتعلم من مين؟ بتتعلم من قائداتك؟ بتتعلم من الناس اللي حواليك؟ وأنا بقول دايما لعيب القرى اللي له مكانة ولو تاريخ بيبقى له رصيد قوي مع أي نجمة بتعامل معه وبتتكلم معه فعشان كده هتلاقي مثلا يعني وانت بتتكلم أو بتشتغل في النطاق الإعلامي فبتشوف رموزك بتقول إيه؟ وبتفكر إزاي؟ وبتاخد القرار إزاي؟ لأن هي بتشتغل بفكر الأهلي وهوية الأهلي وشخصية النادي الأهلي أرجع وأقرر يعني أنا سعيد جدا وكنت محظوظ جدا أننا اشتغلت في فترة من الفترات أو بداية فتراتي كانت في لجنة الكرة مع كابتن حسن وكابتن طريق وكابتن محمود الخطيب بنسب ليه الدوري السنة اللي فاتت بكمان الفرقة اللي اتعاملت المتوسط أعمارها 24-25 سنة لبكرة فأنت بتشتغل لبكرة كمان متشتغلش دلوقتي إنت اللي جاي بالنسبة لك اللي جاي بالنسبة لك ممكن ما يبقاش إنت أو اللي جاي ما يبقاش أنا أو ما يبقاش أي حد تاني إنت بتتكلم الناس اللي جاي إنت بتعمل للنادي الأهلي لإسم الأهلي محدش بيشتغل من الصفر محدش بيسلم واحد من الصفر وإحنا عندنا في النادي الأهلي اللي قابلي يعني اجتهد وأخلص ربنا موفقه ما وفقوش إنت بتيجي تكمل على شغله بتحترمه جدا مش هتلاقي واحد عندنا واحد عندنا صغير أو كبير يغلط في واحد قبله مستحيل مستحيل دي برضو من التقاليد والعادات والصفات اللي إنت بتحلم دايماً كل المنظومة ربادية تكون فيها يعني بيدي لك اختصاص وحسبك يعني يقول لك إنت دورك كذا ده من قياداتك من رئيس النادي لكل العمل التنفيذي إنت ما بتنزلش للعمل التنفيذي إنت بتنزلش للعمل التنفيذي اللي قال منك إنت بتجي سياسات للنادي وبتجيب ناس في حتة تبقى مسؤولة وفي آخر السنة تحسبها كانوا موفقين وأرقامهم كويسة يكملوا ما كانش أم موفقين وأرقامهم مش كويسة ما يكملوش فأنت بتتكلم على حاجة لتاريخ بترسخ تاريخ النادي الأهلي للي جاي لأن انت بتسلم أمانة كتخطيب استلم أمانة صح وأنا في فرقة الكرة ممكن تكون بتسلم أمانة لازم تسلمها زي ما استلمتها بالظبط أعتقد أن ده مفهوم وعقيدة لازم ترسخ لكل الناس الأجياء اللي جاي كابتل محمود الخطيب